موسيقى اهلا بكم مشاهدي ميسات في كل مكان نقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية وإلى أهم العنوين قداسة البابة وضروث الفاني يرأس قداس سيامة 16 كاهنا جديدا للكنيسة في صباح اليوم موسيقى الرئيس محمد مرسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية بمصر موسيقى اشتباكات أمام مدرية أمن برسعيد بسيطة تهمين بقضية الاستاد اهلا بكم من جديد ونبدأ التفاصيل مع حضراتكم بأخبار الكنيسة موسيقى رأس قداسة البابة وضروث الثاني بابة الإسكندرية بطرياركو الكرازة المرقصية قداسة سيامة ستة عشر كاهنا جديدا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم وشاركه في الصلاة عدد من الأساقفة وقام البابة وضروث الثاني بترقية عشرة قساوسة إلى درجة القمصية وعلى صعيد آخر يفتتح البابة وضروث الثاني مساء اليوم أول فيلم عن حياة مثلث الرحمات البابة شنود الثالث بالكاتدرية المرقصية بالعباسية والذي يحمل اسم الراعي ومن المقرر عرض الفيلم على القنوات الفضائية المسيحية كما سيتم عرضه على شاشات عرض كبيرة بفناء الكاتدرية نستكمل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية بأخبار السياسة استقبل الرئيس محمد مرسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي بدأ زيارة إلى القاهرة أمس في إطار جولته بالمنطقة وأجرى خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن وتطورات الوضع الاقتصادي وسبل دعم الاقتصاد المصري للعبور من أزمته الراهنة كما تم بحث العديد من الملفات الدولية والإقليمية ومنها الملف السوري وتطورات الأوضاع هناك كان كيري قد التقى في وقت لاحق من اليوم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمقر وزارة الدفاع وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديدا الجانب العسكري منها وفي سياق متصل عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم لقاء مغلقا مع طاقم السفارة الأمريكية بالقاهرة والموظفين المصريين والأمريكيين العاملين بها وذلك بمقر السفارة وحرص كيري على أن يوجه خلال اللقاء الشكر لموظف السفارة الأمريكية على خدماتهم ومجهوداتهم كان كيري كدلتقى مساء أمس مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم مصر خاصة أنها تتطلع لدعم مصر كي يتحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومن جانبه وصف وزير الخارجية محمد عمر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بأنها علاقات مبنية على التكافئ والاحترام المتبادل وعلى صعيد المتصل أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة إغلاق القطاع القنصلي بالسفارة أمام الجمهور اليوم تحسبا لأي مظاهرات قد تجري أمامها تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جونكاري وكانت الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الحركات السياسية قد نظمت وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى وزارة الخارجية المصرية في مسبيرو احتجاجا على زيارة كاري وقال أحمد طاه المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في بيان له إن الجمعية الوطنية دعت للتظاهر رفضا لزيارة جونكاري يعقد حزب غد الثورة مؤتمرا صحفيا اليوم عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب بمقره لإعلان موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر في السابعة من مساء اليوم بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب يات ذلك رغم استمرار أعمال الإصلاحات بمقر الحزب بعد الهجوم والصرق اللذين تعرض لهم الفترة الماضية ولكن حسب ما أكد قيادات الحزب أن ما تعرضوا له لن يوقفهم عن استمرار نشاطهم السياسي المعتدل تعقد اليوم اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي وهيئة مكتب الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون التظاهر السلمي الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع قبل الماضي وذلك لأعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة وسط مطالبات من الأعضاء بعدم التعجل في إصداره قبل الحصول على توافق مجتمعي أو تأجيل إصداره وقال الدكتور إهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى عن الحزب المصري الديمقراطي هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة على ضرورة التماهل وعدم الإصراع في إصدار هذا القانون إلا بعد دراسته جيدا وطرحه للحوار المجتمعي ليخرج بأكبر قدر من التوافق عليه أكدت قيادات بكنيسة مارجيرجس بكمومبو اليوم أن الكنيسة لديها مطلب واحد فقط هو الاعتذار الرسمي من قبل أسرة المدرسة المختفية وذلك للتأكيد على براءة الكنيسة من واقعة اختفائها والتي تم العثور عليها بشرم الشيخ مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع إلى حضراتكم هذا التقرير بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة أسوان في الأيام الماضية أكدت قيادات بكنيسة مارجيرجس بكمومبو اليوم أن الكنيسة لديها مطلب واحد فقط وهو الاعتذار الرسمي من قبل أسرة المدرسة المختفية وذلك للتأكيد على براءة الكنيسة من واقعة اختفاء المدرسة صحر التوني التي تم العثور عليها بشرم الشيخ يحنى رزيق راعي كنيسة مارجيرجس ذكر في وقت سابق نحن وإخواننا المسلمين في مدينة كومومبو نسيج واحد منذ عشرات السنين ولم تحدث مشاجرة واحدة داخل تلك المدينة الهادئة ونتمنى أن يكون هناك حكمة في معالجة مثل تلك الأمور لكشف الحقائق قبل الوقوع في طريق الخطأ الجذير بالذكر أن مدير أمن أسوان اللواء حسن عبد الحي أكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على الأحداث التي اشتعلت بمحيط كنيسة مارجيرجس بعد تعامل الأمن مع عناصر الشغب والأهالي الذين تجمهروا أمام الكنيسة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم بعد أن ألقوا الحجار على قوات التأمين المتواجدة أمام الكنيسة مؤكدا أن تدعيات الأزمة بدأت بتصرب شائعات غير دقيقة حول تفسير اختفاء مدرسة إعدادي تدعى صحر التوني وتم تحميل الكنيسة مسئولية إخفائها بشكل غير مبرر من جانبه كلف فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفدا من بيت العائلة المصرية بالانتقال إلى مدينة كومومبو لبحث تدعيات الأزمة هناك كما قرار بيت العائلة إنشاء فرع جديد له بأسوان حفاظا على نسيج الوحدة الوطنية هناك وأكد دكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر أن بيت العائلة قام بدوره المنود به للحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وإلى الأوضاع بميدان التحرير حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الميدان عقب محاولة إغلاقه مرة أخرى كما تجمع عدد من عساكر الأمن المركزي في بداية شارع المتحف المصري واشتبكوا مع الصيبة الذين رشقوهم بالحجارة وفي سياق المتصل أغلقت مجموعة من ألترس الأهلي شارع صلاح سالم في الاتجاهين بالقرب من مطار القاهرة وأشعل النيران في إطارات السيارات كانت مجموعة ألترس أهلاوي أعلنت أنها ستقطع طريق المطار بعد أن أنهت وقفتها أمام البنك المركزي وذلك في محاولة منهم للضغط على السلطة والحكومة في الحفاظ على حقوق شهداء مجزرة بورسعيد والمطالبة بالقصاص وإلى المنصورة حيث وقعت العشرات من الإصابات بين المتظاهرين بالمدينة بعد الاشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن أمس منهم سبع إصابات بالخرطوش وبعضهم باختناقات من كثافة القنابل المسيلة الدموع وتم نقلهم إلى إحدى العيادات بالميدان لتلقي العلاج وألقت قوات الأمن القبض على عدد من مثير الشغب بالميدان بعد قيام المدرعات بمطاردة المتظاهرين بالشوارع الداخلية المجاورة للمحافظة وإلى تطورات الأوضاع في بورسعيد حيث قام ما يقرب من مئتي فرد من أسر وأهالي المتهمين في أحداث قضية استاذ بورسعيد بالتجمهر ومهاجمة مبنى مدرية الأمن صباح اليوم ورشقها بالطوب وزجاجات الملتوف وتم إدرام النيران في إحدى سيارات الشرطة وذلك بعد علمهم بنقل ذويهم من داخل سجن بورسعيد إلى مكان غير معلوم فيما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة الدموع لمنع اقتحام المدرية وتم إخلاء المباني المجاورة لمدرية الأمن من العاملين حفاظا على أرواح قاطنها يذكر أن مدرية أمن بورسعيد قامت بنقل المتهمين في سرية تامة كإجراء احترازي منعا لتكرار أحداث يناير الماضي والتي أصفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصا وثمانمائة جريح بدأ العشرات من أعضاء القوى السياسية المدنية وحركة مصر الأفضل والإتلافات الثورية صباح اليوم المرور على المدريات الخدمية وديوان عام محافظة الإسماعيلية ومجلس المدينة في إطار تنفيذ تهديدها المسبق بدخول المحافظة في عصيان مدني احتجاجا على سوء إدارة الرئيس مرسي للبلاد وقال خالد كامل منصق الحركة الشعبية بالإسماعيلية إن العشرات من النشطاء والقوى الثورية الداعية للعصيان المدني قاموا فجر اليوم بإغلاق بوابات ستة من المصالح الحكومية الحيوية بالجنازير والأقفال الحديدية لمنع العاملين من الدخول وفرض دعوى العصيان المدني داخل المحافظة وأشار كامل إلى تشكيل ثلاث مجموعات من القوى السياسية المشاركة للدعوة إلى العصيان بالمرور منذ صباح اليوم على المصالح الحكومية ومنها الزراعة والضرائب العقارية والقوى العاملة حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة الثالث عشر من أبريل كأولى جلسات إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسن مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العدل وستة من قيادات الداخلية كانت محكمة النقد قد قضت بإعادة محكمة الرئيس السابق حسن مبارك ووزير داخليته حبيب العدل وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين وجاء قرار المحكمة بعد قبولها عدة طعون من محام مبارك والعدل على الحكم الصادر بحقهما من محكمة جنيات القاهرة بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما وكذلك الطعن المقدم من النيابة العامة ضد جميع المتهمين بمن فيهم مساعد العدل المفرج عنهم قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة ستحاول القضاء على أسراب الجراد التي تهاجم للتجمع الخامس والمقطم بالقاهرة اليوم وأضاف عبد المؤمن أن أسراب الجراد وصلت إلى مناطق متعددة من القاهرة كالتجمع الخامس مشددا على أن مكافحة الجراد ستكون أثناء طيرانه بالصباح لأنه من الصعب القضاء عليه ليلا وصرح الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أنه تم تشكيل فرق لمكافحة الجراد وغرفة عمليات لمتبعة ورصد الأعداد القادمة للعاصمة مشيرا إلى أن الجراد وصل إلى بعض أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة لكن الوضع ما زالت تحت السيطرة تم صباح اليوم لأول مرة في دار الإفتاء المصرية إجراءات التسلم والتسليم بين مفت الجمهورية المنتهية فترة عمله الدكتور علي جمعة ومفت الجمهورية الجديد الدكتور شوقي عبد الكريم علام وأكد شوقي عبد الكريم مفت الجمهورية الجديد أن دار الإفتاء للجميع ولن تدخل في المعترك السياسي مؤكدا على أهمية وسطية الأزهر وشدد شوقي خلال مؤتمر الصحفي لتسلمه راية دار الإفتاء المصرية على أهمية الإعلام وطالب التعاون معه ومده ومده بجميع المعلومات الدينية التي توضح للناس طرق التعامل الصحيحة التي ينص عليها الإسلام في هذا الوقت مع كثرة الأحداث بطريقة منضبطة تحد من الفتاوى التي تحدث بلبلة في المجتمع وذلك بطريقتين الأولى الإسهام الفاعل في بث مزيد من الوعي العام لدى جمهير الأمة بهذه القضية والعمل على إرساء ما أسماه بعض علمائنا بثقافة الاستفتاء لأن هذا بمسابة التحصين من الوقوع في هذا الإشكال الثانية العمل الدؤوب على تصحيح المفاهيم الفاسدة التي تخلفها تلك الفتاوى الشاذة والغريبة على مجتمعاتنا وعلى روح الإسلام الوسطي الذي اتخذه الأزهر منهاجا له قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن مشروع السكوك نافذة تمويلية جديدة مصر في حاجة إليها وليس بديلا عن الأدوات والوسائل التمويلية الأخرى وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم أن اللجنة المالية بمجلس الشورى وعدت بأخذ كل الملاحظات في مشروع الحكومة الذي يعتبر متكاملا حيث اشترك في وضعه وزارتاء الاستثمار والمالية بجانب أعضاء باللجنة الاقتصادية وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية وشدد المرسي على أن مشروع السكوك ليس خسخصة لأن الأصل في مشروع السكوك يبدأ كخاص ثم يتحول إلى الملكية العامة وإلى أخبار الاقتصاد حيث تباين أداء مؤشرات البورصة اليوم لتربح نحو 232 مليون جنيه في نهاية التعاملات وعلى صعيد المؤشرات القياسية ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة فاصل 2 من المئة بالمئة وفي المقابل تراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة فاصل 4 من المئة بالمئة فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة فاصل 93 من المئة بالمئة ونتابع معكم الأحوال في سوريا حيث أفاد مرصد حقوق الإنسان عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والحر قرب البلدية بمخيم فلسطين بدمشق مما أسفر عن مقتل 57 شخصا اليوم وقال المرصد السوري إن جبهة النصرى وكتائب مقاتلة سيطرت على مدرسة الشرطة في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ ثمانية أيام مما أدى إلى مقتل 200 مقاتل من القوات الحكومية والمعارضة وفي السياق ذاته انشق ضابط وستة عناصر من سرية حفظ النظام المجاورة لسجن الرقة في وقت سحب فيه بقية أفراد القوات الحكومية إلى مدينة الرقة التي أعلن فيها عن تشكيل جبهة مسلحة موالية للنظام من أجل مقاومة جبهة النصرى ومن ناحية أخرى أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة صندي تايمز البريطانية اليوم استعداده للتفاوض مع المعارضين الذين يسلمون سلاحهم حول إنهاء الأزمة واتهم الأسد الحكومة البريطانية بالسعي إلى تسليح الإرهابيين مطالبا الأسرة الدولية بالضغط للتوقف عن تزويد هؤلاء بالمال والسلاح مؤكدا أن هذا هو مفتاح وقف العنف في سوريا وقال الأسد أن تنحيه عن السلطة لا يحل الأزمة بدليل الصوابق في ليبيا واليمن ومصر مضيفا أنه لا يمكن لأي إنسان وطني أن يفكر بالعيش خارج وطنه وأنه كسائر المواطنين السوريين وتابع الرئيس السوري أن الشعب وحده له الحق أن يقول للرئيس ابقى أو ارحل قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية مساء أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض استقالة وزير المالية نبيل قصيس وطلب منه الاستمرار في عمله جاء ذلك في تطور سريع للأحداث عقب تقديم نبيل قصيس استقالته إلى الرئاسة الفلسطينية وإلى رئيس حكومته سلام فياد في وقت سابق من مساء أمس وتات استقالة قصيس في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي انعكس على قدراتها في تغطية نفقاتها بما في ذلك رواتب الموظفين التي لم تسدد بشكل منتظم خلال الأشهر الماضية مما أصفر عن سلسلة من الاحتجاجات النقابية طالب القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم جوزيف استفرود الحكومة السودانية بضرورة إجراء مباحثات مع الحركة الشعبية لإيجاد حل سلمي للحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وطالب استفرود بالسماح بتقديم المعونة الإنسانية وإيقاف أي دعم إرهابي لفترة لا تقل عن ستة أشهر متتالية وتقديم ضمانات مستقبلية بذلك لرفع الحصار وإبعاد السودان عن قائمة الإرهاب وأكد القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم نحن نتعامل مع السلام ونطالب كل الأطراف بما فيها الحركات والجنوب بإيجاد حل سلمي ونشجعهم على ذلك من جهته طالب شيخ الطرق الصوفية الحكومة الأمريكية باحترام شرعية الرئيس السوداني عمر البشير قائلا لن نسمح بأن تقف العمامة السودانية أمام محكمة لهاي وإلى العراق حيث فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه اليوم بين حرمي ضرحي الإمامين الحسين بن علي وأخيه العباس وسط مدينة كربلاء مما أصفر عن سقوط قتيلين وإصابة أحد عشر آخرين وقال المسؤول في العلاقات العامة في العتبة الحسينية أن مهندسا يعمل لمصلحة شركة المنصور للمقاولات العامة التي تقوم بأعمال تأهيل وإعمار في منطقة ما بين الحرمين فجر نفسه وتخضع المنطقة التي يقع فيها الضريحان لإجراءات أمنية مشددة ويمر الزوار بعدة أطواق أمنية ومغلقة ومغلقة تماما أمام حركة السيارات باستثناء السيارات الخدمية التابعة للعتبات أكد رئيس أركان الجيش التشادي اليوم مقتل مختار بالمختار أبرز قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عملية شمالي مالي وقال متحدث باسم القوات المسلحة التشادية إن جنودا تشاديين في مالي قتلوا عددا من الإرهابيين من بينهم قائدهم مختار بالمختار أثناء هجوم على قاعدة للمسلحين أمس وكان بالمختار أعلن مطلع ديسمبر الماضي تأسيس كتيبة جديدة من المقاتلين تحمل اسم الموقعون بالدماء وهي الكتيبة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعا للغاز في إن أميناس في جنوب شرق الجزائر يناير الماضي من ناحية أخرى لم يؤكد الجيش الفرنسي الذي يقود العمليات القتالية في شمال مالي عملية قتل بالمختار ونصل معكم إلى أخبار الرياضة حيث يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم فرقاء الإسماعيل وبتروجيت بالملعب الفرعي لستاذ الدفاع الجوي في ختام مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية بمصادقة الدور العام ويخوض الإسماعيل مباراة اليوم وسط معنويات عالية وذلك بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد العربي على حساب شباب بلوزداد الجزائري كما أنه يحتل المركب الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر ويدخل بتروجيت اللقاء اليوم سعيا لتحقيق الفوز حيث يحتل المركز الخامس برصيد أربع نقاط بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام الزمالك بثلاثية نظيفة وختاماً النشر الجوية ونستعل فيها مع حضراتكم أحوال الطقس كما يتوقعه خبراء الأرصاد حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً على الأنحاء كافة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة كما تتكافر الصحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والآن إلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى المتوقعة غداً على مختلف أنحاء الجمهورية في القاهرة الصغرى 12 العظمى 23 واد النطرون 10 20 الأسكندرية 11 20 مطروح 12 18 تنطا 13 21 المنصورة 13 23 دميات 14 بورسعيد 14 21 الإسماعيلية 10 23 السويس 10 23 سانت كاترين 29 شرم الشيخ 16 30 الغردقة 14 30 المينيا 13 25 السيود 13 26 سهاج 14 سهاج 14 26 قنى 14 33 الأقصر 15 33 وأخيراً في أسوان الصغرى 17 العظمى 35 بأحوال التقص نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم شكراً للمتابعة ونلقاكم دائماً بكل خير شكراً للمتابعة ونلقاكم